ومع ذلك خسرت وخسرت التلاتة. ايه اللي حصل? اه انت كمدرب يا كابتن بتقوم بدورك كويس قوي. بتحفظ لعيبتك كويس. بتوريهم كل الكلام ده في محاضرة الفيديو. نعم. وبتحفظهم وبتديهم تكلفات. اه بيجي دور اللاعيب هنا في التنفيذ. اللاعيبة بتقوم بمهامها. اه انت جالك فرص ما قادرتش تستغل لها. نعم. النادي الاهل جاله فرص قدر ان هو يستغل لها. اه ودي كورة القدم بتبقى فروق وامكانات فردية. طبعا. بتقدر تحسن المجاريع. ملايين وانت هم اللاعباء جدا محترمين اللي عندك بس اكيد في فروق. بالزبط. يمكن احنا النادي الاهلي وصل بخمس كور حقيقيين في التهديف. جاب تلات. نعم. انا وصلت بست فرص حقيقيين للتهديف. نعم. ما جيبتش ولا واحد. في نفس الوقت كان عندي غيابات اه مهمة جدا جدا. هل ده معناه انه تفنس النادي الاهلي من الممكن او من السهل اختراقه? بص يا كابتن ما فيش فرقة محصنة ما تقدرش توصل لمرماة. كويس. ففي اه في اه اماكن تقدر توصل منها للنادي الاهلي. زي? زي ما خلف الباكين يا كابتن. يعني الميزة بتاعت النادي الاهلي اللي هو عنده الباكين كويسين قوي. اللي هو بيهجمه. بالزبط. لما بيهجمه يا كابتن. بيبقى فيه ساحة عندهم. لما بوصل بحط لعب سريع وامكانوته سريع. بيعمل التحول من الدفاع للهجوم باسرع منهم. واشتغل عليها. ده ما ويبقى عند الزمالك? بالزبط. عنده. عند الزمالك. عند الزمالك اه اه بن شارقي. عند الزمالك اه زيزو. اه اه دلوقتي انت حضرتك بالشيكبالة. فبالتالي عنده التحولات دي من الدفاع للهجوم بسرعة. اه. فلما بيشتغل وحط اللاهظين بتوع في حالة استعداد دايما. اه. وان انا احط لهم الكور في المساحة دي. والكورة العرضية للنادي الاهلي يا كابتن التعامل فيها برضو. ما بيبقاش اه نسبة الاجادة فيها مية في المية. وخاصة ان اللازلزو مميز جدا في الكورة العرضية. بزا 높. بزا. فالكورة العرضية برضو سلاح برضو من الاسلحة اللي بتستغل ضد النادي الاهلي. لان دايما الرقابة ومش مش في النادي الاهلي فقط. نعم. الرقابة دايما في الفرق المصرية. عين اللاعب واخداء كورة. نعم. ما بيبقاش. مش المان. مع ان الكورة مش هتخش جل الوحدة المفروض عينه ما بين الكرة وما بين المال او الهاف اللي ييجي يكمل فهي دي برضو من النقط اللي تقدر توصل بيها لمرمى الندر فانت الندر يعني قدر يستغل الفرص اللي جات له وانت ما قدرتش تستغل الفرص